فستح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية خلال تفقده سير العمل بمشروع جسر البديع الأجزاء التي من شأنها تحقيق الانسيابية المرورية والمتمثلة في جميع الطرق الانزلاقية عند تقاطع البديع للقادمين من دبي والمتجهين للساحل الشرقي والأخرى للقادمين من مليحة والمتجهين إلى رأس الخيمة وكذلك من رأس الخيمة إلى الشارقة بالإضافة للطريق الانزلاقي للقادمين من الشارقة والمتجهين إلى دبي وكشف معالي النعيمي أنه بناء على توجهات القيادة الرشيدة للدولة والمتمثلة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات وتدابير لازمة للتسهيل على مستخدمي الطريق وتحقيق الانسيابية المرورية وصولا لسعادة المجتمع المنشودة تعتزم الوزارة افتتاح مشروع جسر البديع على عدة مراحل للمشروع والمقرر قبل انطلاق العام الدراسي 2018-2019 كما افتتح معا للوزير توسعة شارع الإمارات بالاتجاه إلى رأس الخيمة ليصبح ست حارات بدل من ثلاث بدءا من تقاطع البديع ولغاية تقاطع جسر السبع على شارع الذيد ترجمة نانسي قنقر